السلام عليكم أنا شاف روز اليوم وبإذن الله جبت لكم الحريرة الوهرانية العرس اللي بزاف أخوات طلبوها مني كما اكتوفي هنا كان أخوات طلبوها مني خصوصا الأخوات اللي في الشرق قاتلك بليل أزواج انتوا وعنا أكلوها في الغرب وعجبتهم قاتلك عطينا للوصفة اليوم جبتكم وصفة ما شاء الله أنا متأكدة تجربوها يعني كل العيلة انتاك رح أتعجبهم يعني بمقادير مضبوطة سهلة اقتصادية ما تشدش ليد والنتيجة ما شاء الله يعني بنا 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 ولا أروع يعني تضاهي تضاهي البنات على حريط العرس يعني لكل المبتديات رح أقدمها لكم ونبدو في المقادير بإذن الله في كيكوتا ديري مقدار تعزيت حوالي ربع مغار فولة تعزيت ديريها هنا 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 بعد اللي يسخن الزيت تنتهي حطي كل القطعة على اللحم يعني تقدري تديرها بالحم ولا تديرها بالجاجة يعني تقريبا نفس البنا يعني المكونات الأخرى اللي راح نزيدهم هم اللي راح نزيدهم هم اللي راح نزيدوا البنا فيها أكثر وأكثر هنا يجب حبة بطعبصل كبيرة لازم تكون يدير حبة بطعبصل كبيرة هنا يعني توكل لك حتى العشر أشخاص هذي هذي الكمية كيمكتو فينا يقطعها مكعبات عادية هنا يعني مقادير مضبوطة لكل الأخوات يعني اللي طلبوا مني هذي الوصفات الحريرة انتعلى عراس يعني الحريرة وهرانية غرب الجزائرية يعني بزاف المشاق أزواجهم كلواة وعجبتهم هنا قلت لك جيب حبة بطعبصل تكون كبيرة لازم بطعبصل كبيرة بس كل بطعبصل يزيد فيها بنا ثاني هنا كما كتشوفي قلدي تقلي يعني دايما تقلي قلدي على نار متوسطة قلت لك تقدري ممديرها بالجاج يعني ثاني جيكي بنينا هي الأساس المكونات الأخرى اللي يدروها فيها هنا يجب يربح حبة تعزرودية هنا يجب يربح حبة تعزرودية يعني زرودية قطعها مكعبات كما كتشوفي هنا يعني نعطيكم الحريرة يعني بمقادير مضبوطة باش أي أخت تدسيها يعني تعجبها يعني وجيها يعني ما شاء الله يعني وتحمر لها الوجهنتاها قلت لكم لازم الجزر يربح حبة كبار قطعهم كما كتشوفي جيبي حبة تعبطة صغيرة البطاطا ما تقوياش دريغي حبة تعبطة صغيرة قطعها مكعبات صغيرة كما هكا يعني بزاف الأخوات يحوسوا على هذا النوع تعمل الحريرة خصوصا يعني رما ضرها قريب ولا عندها مناسبة ولا جيبي حوالي زوج حبة تعطماطيس كبار قطعها ثاني مكعبات كما هكا يعني نطول شوي في الفيديو على بال المبتدئات باش يعني يدو فكرة يعني أساسها أساسها الزرودية وأساسها الطماطس نقصر على الحبة تعمل الحبة مكتوفة هنا يعني سهلة اقتصادية ونقل هذه المواد نتاعنا يعني دائما التقليه هي أساس الأكل في أي مرأة تقدري تقليه التقليه هي الأساسية هنا نقطع في الحبة الطماطس سنتاعي يعني الطماطس تزيدها بنا على بنا يعني الأخوات اللي طلبوها مني يعني نستسمح أن نطور شوف الفيديو على بال المبتدئات مبعدا جبي سنة عثوم تكون كبيرة يعني فصل طوم كبير ولا زوج صغار قطعهم ثاني مكعبات يعني دائما يعني كوكو التعكرة تتقلى على نار تكون تقريبا متوسطة إلى هادئ نقلو كشوفي هاي وينا نبدو نقلو يعني خلطو يعني المكوينة تنتاع كما كان أمواتني طيبو بكرية يعني نص الطريقة أخذ مياه هذه هي ديري يعني تقريبا نزوج مغارف صغار طماطس علب ولا مغارف كبيرة هنا يا ديري الملح يعني هنا ديرها مغارف صغيرة تاع الملح يعني الملح ديري يعني ضوبي وشوفي وكان الملح اللي ملح وكان اللي شوية صامت هنا يا ديري قليل من الفلفل الأسود يعني مقادير مضبوطة لكل الأخوات خصوص المبتدية ديري مغارف صغيرة تاع كري يعني الحلو هاداك يعني كل الأخوات اللي طلبوا فصفة الحريرة هذي هي هنا يا ديري قليل من اسكنجبير يعني حريرة بمعنى الكلمة يعني مكنش حدك لها إلا يعني وطلب الوصفة هنا يا ديري القليل من راس الحانوت يعني وصفات لرمضانية أو للضيف هنا ديري القليل من الكوركم ما تقويش كوركمي مرة شوية ودائما القدر انتاع نار هي تقلى على نار متوسطة هنا يا ديري مغارف يعني في المنطقة تقريبا منا يديروا السانوج ويديروا الحلبة يديروا القليل من الحلبة ثاني يعني مادة صحية وتزيدها يعني بنا على بنا هنا يا خلطي كل المكونات هذو شوفي راهي تتقلى يعني أنا نزيد في المواد انتاعي وهي يعني القدر انتاعي راهي تقلى يعني بش تحصلي على حريرة يعني ما شاء الله هذو مكتوفين ايا بعدها نجيبوا مغارف صغيرة تاع القصبر مطحون يعني القصبر يعني الحب هذا يعني يكون مطحون ديري يعني في الشرق قولوا له تابل مننا في الغرب نقولوا له يعني القصبر مطحون يعني تشري حب وتطحنيه من الأفضل احسن ملي تشري مطحون بس وتروح الرائحة يعني في وقت لي استعمال اطحنيه ولا يعني دقه بالدقق يعني المهم انتاعي تحصلي على يعني كنقولوا حنايا بودر هاكا هنا يا مرقي يعني لازمت مرقي مليح بس كؤنا مرقي ونعود نزيد الماء باش الأكل التاعي يجيبنين المرقي يعني من الدفع الأولى هنا ينبلع لقوقوت تاعنا وخليها الطيب هنا ينبعد لي طابط لقوقوت تاعي هنا يجبت يجبت ربع مغارف تحت شيشة تكون تقريبا رقيقة من جيبي شاتك الخشينة جيبي رقيقة كيما كتوفي ربع مغارف وغسليها يعني لازم تشليها بالماء يعني من الغوبار لازم تشليها كيما كتوفي بهذا الطريق انني نخدم فيها يعني المبتديئات هاكا خلطيها وشليها بزيب الأخوات تجتم يرموها مباشرة يعني تقدر تكون فيها غبرة يعني موضة ومن بعدها نخليها جانبا يعني نقطرها من الموم ومن بعدها نخلو الحمل أو الحمل يعني لازموها ونعاودو نرموها بشيشة تاعنا في المرق يعني قبل ما نميكسو نديرو الشيشة تاعنا يعني علي انا بميكسيها نضيف الخضراء و نضيف الشيشة 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 رجع القطعات اللحم قم يرضى نضيف قرن تحار و نضيفها في النار و نضيفها نار متوسطة هنا يجب مغرفة صغيرة تابل القصبر مطحون و نضيفه و نضيفه القصبر هذه الدرسة نتال حريرة يتمشون حريرة بمعنى الكلمة نضيفه قصبر مطحون و الثوم و القصبر لطازج و نقص على النار تماما و نحن نظيفها يجب حريرة قصبر مطحون و الثوم و القصبر للطازج حريبة الحرف الأغراض نقص الأشياء نحك والحشيش فيهم قرطوفة فيهم راس الحانوت يعني التوابل على راس الحانوت معروفة مع القرطوفة يعني مخلطينهم نفس المقدار خلطيهم وديرهم في علبة وبدأت استعمل فيهم هنا هي كما كتشوفي يعني بنى ما شاء الله نقص عليها النار غير شويها كحاولي خلية تغلي حاولي زوجت قايق ولا ثلاثة وطفي عليها ها هو هنا تتحصل على اروح حريرة للمناسبات الرمضان شوفي بدون لما تدري لها اي اضافات لها فارينة لولو وتجي ثقيلة وجي بنينة وجي ماشو الله مع ذاك القرن طالح حار والحشي يزيدها بنى على بنى ها هو هنا كما كتشوفي يعني حريرة بمعنى الكلمة للاخوات اللي طلبوها مني حريرة نتعلى الوهرانيان تعلى العرز كما كتشوفي فيها تجيب بنى ريحتها يعني من بعيد يشموها يعني معروفة الحريرة على المنطقة هذي من البعيد يشموها هاي وينا يعني بزاف الناس اللي يجوا من كل المناطق كي يأكلوا الحريرة هاي وينا ذاك الحمش ويفتيه ولا الدجاج ولا ولا وقدميها لأبناك ولا لضيافك ولا واعتمديها وصفة وانتمنى الأخوات يدعموني بليجام ويشاركوا في القناة والى الملتقى بإذن الله